هيا يا أطفال هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهنيج ودوما تسلينا طبيقة كتوة كوكو وكل يورقنا تعالوا هلوموا إلينا الضموا أعموا يا زي أرغضوا والشاطر يوطينا الحل حكاية بيها عبرة حكمة مثل معلومة وبيها نور العبق أعموا يا زي أرغضوا تعالوا هلوموا إلينا الضموا أعموا يا زي هاي شكرا 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 مساء الخير يا أطفال لا هراكم منورين هنا نجيب الميكرو باش نتكلم معكم باش نتكلم معكم يا أطفال شكولي عندول انترنت في الدار كامل وش يديلي بالانترنت في الدار بنتي نلعب بيها لجو داكور ماذا كنتاني؟ انا وش تدير بالانترنت في الدار؟ أدرس بيها تدرس بيها برافو وش تدير بيها أنت؟ ألعب بيها ثم أدرس بيها في زوج وانت يا ابنتي؟ ألعب بيها لعب برك انتيا وانتيا؟ وش ديرت؟ نستخرج منها البوحوت وانتيا؟ لعب بيها ها 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 شكون تاني عنده جوة اخر؟ انا 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 يا انا يمنون نتخرج منها الحيوانات باش نعرفوش كيفش كيفش ها نتخلقو وكيفش اه دكور دكور يعني تطلع الحيوانات كيفش سكون تاني؟ شكون؟ شكون؟ أدرس فيها للدراسة، ما تلعبيش بها؟ دراسة برك؟ أخي يلعب بها تلعب بش فيها؟ ماذا تلعب بها؟ عندك الألعاب؟ ماذا تلعب لك الألعاب؟ ماما 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 هي جبت لك العلعب شحال في أمرك؟ شحال هادو؟ حسبيهم؟ ربع ربع؟ واسمك؟ مينيز آه الله يبارك شاطرة شاطرة وأنت يا وش دير بلانترنب؟ ندرس فيها ها؟ ندرس فيها وأنت يا؟ ندرس فيها تريبيا يا أطفال على باركم عالش تقسيدكم؟ وش البنت يقول لي؟ ندرس بها تدرسي بها أنت يا ثاني الله يبارك على باركم عالش تقسيدكم يا أطفال؟ لأنه في هذه الفترة كين اليوم العالمي لا اليوم العالمي للأنترنت المفيد يعني الأنترنت اللي يكون آمن لأن الأنترنت كما تعرفوا يا أطفال كين بعض الأشياء في الأنترنت اللي مهيش مفيدة ومهيش آمنة إذن هذا اليوم العالمين توقف فيه منذ سنة 2004 ونحتفل بهذا اليوم من أجل أنترنت آمن لأطفالنا أنا راح نطلح عليكم سؤال هذا السؤال هو لغز تحبوا لألغاز؟ لغز اليوم يقول وكذلك الأطفال لم يشاهدوا فينا عبر التليفزيون يقدروا يشاركوا معنا في الإجابة عن اللغز بهذه الطريقة إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويازيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة لا تنساش رقمك الهاتفي بلدك الإلكتروني والجواب على اللغز حد سعيد لغز اليوم يقول الشيء الذي يرفع أثقالا ولا يستطيع أن يرفع مسمار ما هو الشيء الذي يرفع أثقال ولا يستطيع أن يرفع مسمار على بل الشاطلين كامل ولكن انتظروا إلى غاية نهاية الحصة باش جابوا على اللغز يا أطفال في ماذا نكتب في ماذا نكتب الدروس لا لا في ماذا نكتب الدروس قولي لي نكتب الدروس في الكراس في الكراس برافو 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 يا أطفال عمويازيد دلكم أغنية خاصة واسمها كراستي تغنيوها كامل معايا يا أخي يلا كراستي كراستي ما تحملين إلا علوما وحساب أدبا ودين كراستي كراستي إذ تفتحين قلمي يحن للكتابة بعد حين غلفتك لونا يليق أحمر وجعلت اسمي فوقه يظهر محفاظتي هي بيتك كراستي شوقي إليك دائما بيحضرون كراستي كراستي ما تحملين إلا علوما وحساب أدبا ودين كراستي كراستي إذ تفتحين قلمي يحن للكتابة بعد حين كراستي كراستي عامي بدا أشتاق لي أن أكتب درس الغدى فمعلمي هو يشرح درسا إذا بهي أمر أن نكتب كل مفردا كراستي كراستي ما تحملين إلا علوما وحساب أدبا ودين كراستي كراستي إذ تفتحين قلمي يحن للكتابة بعد حين فيك كتبت أدروسي معلوماتي عن كل علم أقتدي به في حياتي من أول صفحاتك للتالياتي تبقين أنسي مرجعي في مآتي كراستي كراستي ما تحملي إلا علوما وحساب أدبا ودين كراستي كراستي إذ تفتحين قلمي يحن للكتابة بعد حين كراستي حتى وعامي قد مضى تبقين في خسنتي طول المدى علي إذا طالت زمان أفتح صفحاتك لأذكرا يوما غدا كراستي كراستي ما تحملي إلا علوما وحساب أدبا ودين كراستي كراستي إذ تفتحين قلمي يحن للكتابة بعد حين يا أطفال الآن رح نروح للفقرة كلفنا إكرام بشديرنا بحث عن شخصية مهمة في طورة التحرير الجزائرية اللي هو لقدر بن طوبال إذن رحبوا معايا بإكرام موسيقى يوم جيت نحكي لكم على حياة المجاهد لخضر بن طوبال لخضر بن طوبال اسمه الحقيقي سنيمان بن طوبال مولد عام 1923 في الميلة انضم إلى حزب الشعب أثناء الحرب العالمية الثانية ثم إلى المنطقة الخاصة أشرف على تنظيم الخلايا العسكرية في قسنطينة الشمالية نجأ إلى الجبل الأوراس هربا من الشرطة الفرنسية وهناك التقى بقادة حركة انتصال الحرية الديمقراطية كبن بولعيد ورابح بيطات وغيرهم عند اندلاع الثورة قاد العملية الأولى في جيجر وميلية وكان عضوا في ليلة 22 حيث شارك في مؤتمر صومة تولى مسئولية المنطقة الثانية من زيغود يوسف وفي عام 1957 ذهب إلى تونس وعينينا عضوا في لجنة التنفيذ والتنسيق شارك في مفوضات إيفيان وتوفي عام 21 أوت 2010 بالجزائر العاصمة وعمره نهز 87 آم شكراً 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 إكرام شكراً 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 يا أطفال تحبوا الألعاب السحرية؟ ناً إذن عيتوا معايا كامل لعمو سالم بش يجينل ألعاب الخفاة يا الله عامو سالم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى 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 برافو 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 موسيقى موسيقى مانيلا 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 قلت لي بقبيلك ده حاسبيهم حاسبي تشوف أحسبيهم موسيقى أربعة برافو برافو يلا عندك نقطة تحكيها أنا وش هي؟ هي كيفيكاتي مزيمي واحدة اللاجة تحفل بحر واحدة اللاجة تحفل بحر ايه هي ومبعد؟ أبد ديه الحود كلها الحود؟ ايه ومبعد؟ تحلل ديه ما سابوش بعد؟ ايه والحود هذك ما سابوش؟ سابو سابوه؟ مبعد كيف تحوه؟ وش سابو فيه؟ سابو الراجل دخل؟ ايه ايه صحا برابو 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 جيتنا من مدية المدية؟ ايه ومدية المدية؟ السنة قبل ما تحكي الحكاية لازم كيت روح تسلمنا عليهم كامل يا غي ايه هيا تفضل ودراجل طلق مردو ساق سعوة قالوا ليه طلق مردو قالوا ليه شوفت في بيتا قد تاريب إبقى تحبوه يلا اروحي بنتي تعالي تعالي انتيا تعالي 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 هيا انتيا تعالي بنتي اروحي اروحي كيف اسمك؟ فرح فرح ما في عمرك فرح؟ ستينين ستة؟ وين تسكني؟ باب زوار باب زوار الله يبارك احكينا عن نكتتك؟ ما هو الشيء الذي احمره من الداخل؟ هدا لغز هدا مش نكتك يدير المنافسة لعمو يزيد وش هو الشيء الذي احمره؟ دلع؟ لا لا دلع؟ دلع؟ شو اللي قالها لك؟ خوك؟ خوك قالها لك؟ ها 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 ه وحاجبت لهم وخرجوا وحدة الذئب كلها خلوهم جاء جاءت أمهم وما صابتهم بشكل ماء فتحت كرش الذئب وقف ودعتهم آه برابو 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 ورواحي بنتي فيها تعالي واسمك؟ راميسة شحارفة عمرك؟ ستة سنوات وين سكني؟ هثني تحجار وليتلمدية؟ ايه الله يبارك اذا؟ احكينا النقطة تعك واحد ما كان في قادي الزمان واحد الفى يمشي يمشي قلب ولا طرطقها لحى في البهر وبعدك لها خلاص سنت؟ ايه برابو برابو اروح خليه شيء بالعقل تعال تعال اقعد اقعد واسمك؟ وليد شحارفة عمرك؟ عشو سنوات من شيت وليد؟ من ببزوار وليد جزائر بلدية ببزوار الله يبارك احكينا النقطة تعك شبك من جوحة الجزائري وجوحة المانية وجوحة أمريكية وموسيقى وكانت هناك مسابقة موسيقى من يطلع مئة درجة يأخذ مليار دينار جزائري الجوح الألماني طلع عشر تاعب والجوح الأمريكي طلع عشرين فتاعب والجوح الجزائري طلع تسعة وتسعين درجة فطحت له عشر دوره وبطي يجيبها أروحي بنتي تعال كم اسمك؟ فريال شحال في عمرك فريال؟ أروحي تقربي أو قعدي مع فريالتي شحال في عمرك فريال؟ هنقفل سبعة آه الله يبارك وين تسكني فريال؟ في مدية في مدية خيار الناس كين النكتة تاعك؟ غنية غنية تفضلي غنينا مدرسة الحبيبة من منزلي قريبة أبوابها مرتفعة أقسامها متاسعة أحببتها من قلبي لأنك يا صاحبي فرقتها زمانا فما رجحت الآن وعندما ألاقي يا فرحتي رفاقي أجد المعظمة تنظروني مبتسمة أخذ بها طبيبة أو كاتبا أديبة أو رجلا عظيما مفقفا حريم أكثر برافو 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 يا أطفال التحقوا بالماماكين تاعكم التحقوا بالأماكن تاعكم تحبوا الحكاية يا أطفال حبوا الحكاية؟ يالله عم يزيد رح يحكي لكم حكاية جميلة جميلة جدا يالله يا أطفال اليوم عم ويزيد رح يحكي لكم كن معتاد حكاية فيها في الأخير عبرة وحكمة حكاية اليوم هي حكاية السمكة العجيبة كان واحد الصياد يستاد كل يوم يروحوا يستاد في البحر ولكن مسكين عمره ما استاد سمكة كبيرة وكي يرجع للبيت يرجع دائما تعيس لأنه ما صابش واحد النهار بعد مرور الأيام كان يصيد هكذا حتى السمكة كبيرة هكذا فرح بيها مبعد قال روح مبيحها ومبعد زوجان تعوقت الولالة خلينا نكلوا منها شوية ومبعد بيع اللي بقى قالها خلاص معلش قدوا هالدار فتحوها كيف فتحت هازوجته صابت فيها خاتم لداخل في السمكة فرح هذا كرا جلب الخاتم هاداك قالها خاتم هادا تعذب وكانت فيها أنديامون لا لا أو الألماز يعني كانت فيهم بيار هكذا فرح بهذه الخاتم هاداك اللي صابها في الكرش تاع السمكة هاداك وقال لمرتو غدوة نروح للسوق نبيع هذيك الخاتم إذاك كيمكن الحالك كلاو هذيك السمكة وغدوة من ذاك رح بالخاتم هاداك باش يبيعه في السوق قعد نهار كامل هو في السوق يحاول كيف باش يبيع هذيك الخاتم لكن ما قدرش واحد ما اشتراها منه حتى اللعشية كامل كي جاء داخل ساب واحد الحاروت مفتوح هكذا يبيع دهب ويبيع الخواتم وكامل قال نشوف هادا الاخر دخل عنده كيدخل وراء الخاتم قالوا وين سبت هذي الخاتم قالوا خاتم ديالي قالوا كيفاش ديالك هذي قالوا أنا كنت مع الزوجان تاعي كنا نجوره في القارب هكذا في البابور وطحت لها الخاتم هذي دوق هذيك السمكة كلت هذيك الخاتم فهموا السياد استادها فهموا السياد قالوا فوالا كيفاش أنا صبت هذي الخاتم في قلب السمكة قالوا يا اخي ان الخاتم هذي عندها معزة كبيرة عند زوجان تاعي نعطيك فيها ألف دينار وعطيها لي قالوا بالصحن هالي كنت مع الزوجان تاعي تحولها زوج خواتم قالوا لازم نسيب الخاتم الزوجان نعطيك فيها ألفين دينار راح السياد ضد هذيك الألف دينار ورح عند زوجان تاعه فرحان 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 هكذا وقالها بالفوالة تحت لقه خاتم ثانية لازم نصيبها راح كل يوم يروح للبحر ويسيد يحاول يسيب سمكة كبيرة هو كل يوم كان يسيد أسماك صغيرة يعود يرجحهم للبحر يعود ومبعد بعد مرور الأيام استاد سمكة كبيرة استاد هذه السمكة الكبيرة ورفضها ورح يجري بها الدار تلقى هو أحد الرجل في الطريق قالوا بيعني بيع لي هات السمكة قالوا لا 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 ما بيحارش قالوا نعطيك فيها مئة دينار قالوا لا لا قالوا نعطيك مئتين دينار قالوا لا لا ما نقدرش نبيحها قالوا نعطيك خمسمائة دينار قالوا لا لا هو كان طامع بالألفين دينار اللي كان الراجل وعده بهم بعد قالوا نعطيك ألف دينار في السمكة قالوا لا لا بعد راح يجري للدار هكذا ما عمرته فتحوا هذه السمكة ولكن لما فتحوها ما سابوا فيها ولو ما سابوا ولو وحكا المرته قال هبليفوالة وحد الراجل كان يجري مورايا وعطى لي ألف دينار في السمكة وكذا وكذا قلت له روح روح تجري موراه بلك تسيبوه ما زالت ما ومبعد كي راح قد يجري موراه قالوا يا سيدي يا سيدي قالوا هاي لك السمكة هاي لك السمكة نبيحارك قالوا أنا ما تلزمنيش دركة كيف تحتوها نكتحبها مغلوقة قالوا ما عليش نبيحارك 500 دينار قالوا لا لا قالوا 200 دينار قالوا ما تلزمنيش قالوا 100 دينار قالوا ما تلزمنيش هات السمكة أنا ومش رهاش عليها وخلاها كدك إذن عمو يا زيد نستخلص من الحكاية أن الندم لا ينفع بعد فوات الآوان برافو برافو بوبي إذن الحكمة اللي نستخلصها هي الإنسان لازم يقرأ حضره من الأول لأن الندم بعد فوات الآوان ما عندوش حتى فائدة ولا جدوى داكور يا أطفال وش رأيكم يا أطفال دركا وش رأيكم وش رأيكم نروحوا نروحوا الجواب على اللغز يرفعوا أثقال ولا يستطيعوا رفعوا مسمار الحمار لا 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 البحر 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 أقعدوا في أماكنكم أروحي بنتي أروحي بنتي أعطيلي الهدية تحا على بالك باللي أقعدوا في أماكنكم أروحي بنتي هنا عبرك باللي عمو يزيد ليسي بالجواب على اللغز يعطي له هدية وهذه الهدية هدية تتمثل في سيدي تاع أغاني مدرستي إن شاء الله تستفادي بهم وكذلك حسريا قبعة مع عمو يزيد تفيدك وتحميك من أشيعة الشمس الضارة تفضلي بنتي بالتوفيق إن شاء الله بالتوفيق إذن يا أطفال يا أطفال دركة عنا عيد ميلاد ياسمين يلا التحقي بي يا ياسمين تعالي تعالي أصدقائنا راح نروحوا يجيبوا الطرطة تاع ياسمين لقاتوا انتحها وإحنا نغنولها عيد ميلادك سعيد يا ياسمين يلا الله راح عيد ميلادك أحلى عيد ربك تبلك عمر جديد الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد من الدربي لك نتمنى صحة وسعادة وهانى شرح يا ربي لمية سانة ونعيش أيامها أخرى شرح يا ربي لمية سانة ونعيش أيامها أخرى يا بانين ويا بانات يلا نطير بارونا لسهل مراح غني نفراح ونعيش أحلى الأوقات لسهل مراح غني نفراح ونعيش أحلى الأوقات هذه الحلوى لك جبناها وشمعك فيها زرعناها بس مكنتا زيبناها ليلة حلوى يا محلاها بس مكنتا زيبناها ليلة حلوى يا محلاها باب الله يدعولوه واصحابه يبركولوه وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغليلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغليلو سنة حلوى يا جميل سنة حلوى يا جميل سنة حلوى سنة حلوى سنة حلوى يا جميل برافو 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 إذن يا أطفال ذرك hockey لقد تدعوه العد التنازلي مع ياسمين إذن 15 برافو 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 طفلنا الشمعة برافو برافو ياسمين ذوك ياسمين رح تقطعنا القاتو تفضلي وحنا أنا مبقى لإيلا نقولكم انتظرونا يوم الترتاء المقبل على نفس القناة في نفس التوقيت باي باي نحبوكم يا أطفال وحنا الودع يا أصدقاء كل الأيام في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا فانتظرونا في موعد جديد مع عمه ياسين لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا فانتظرونا في موعد جديد مع عمه ياسين